لكن من قال بأن القاهرة أيضا تخطو خطوات إيجابية تجاه تركيا في هذه الآونة؟ المصالحة التي حدثت مع قطر وكذلك أيضا ذهاب الوفد المصري عالي المستوى إلى العاصمة ترابلوس بينما هناك تقاطعات تركيا مع قطر وكذلك مع الملف الليبي لا أظن أن هذه الأمور تحدث مصادفة أو بلا ترتيبات حتى تحت الترابيزة كما يقول المثل وخاصة مع التلميحات التي جاءت من وزير الخارجية التركي مولود جوش أغلو في أن هناك خارط الطريق يتم التواصل مع القاهرة بشأنها وأيضا كلا النظامين مستهدف من الإدارة الأمريكية الجديدة عبد الفتاح السيسي لطغيانه وانتهاكه لحقوق الإنسان وانقلابه العسكري وغير ذلك إضافة أنه كان الرجل المقرب لترامب عدو جو بايدن الآن وأيضا جو بايدن له علاقات وتصريحات وصفت بأنها غير لائقة وتدخل في الشأن الداخلي التركي حيث تعاهد بالإطاحة بالرئيس المنتخب دموقراطيا رجب طيب أردوغان فهذا يجعل كلا النظامين المصري والتركي أيضا من المصلحة بينهما أن لا تظل العلاقات متوترة وأن ينهو الخصومة وجزء من الإشكاليات الموجودة بينهما في الفترة القادم أفهم منك بأن العامل الأساسي الذي يدفع لتقارب المصري التركي يتمثل بانتخاب جو بايدن؟ بالفعل أتوقع أنه نقطة مهمة جدا تغير الإدارة الأمريكية كونها القطب الأكبر في العالم والذي يجعل فلك السياسة الدولية والعالمية تدور حوله يجعل من منطقة الشرق الأوسط أيضا تتغير سلبا وإجابا بتغير الإدارة الأمريكية لا شك أن رحيل ترامب كان مفاجئا للمعسكر الذي كان يأوي إلى ركن ترامب لذلك أصبح من الضرورة بمكان أن يكون لهم تموضوعات جديدة وإنهاء نزاعات كثيرة وكما رأينا في المصالحة الخليجية أنها استطاعت أن تطوي صفحات وأن تفتح أفاق جديدة لم يكن أحد يتوقعها لو لا رحيل دونالد ترامب من الصلب كيف ترى حسابات القاهرة هنا أستاذ إسلام في عملية التقارب مع أنقرة؟ أظنها ستكون عملية حذرة وضعيفة وبمستويات دنيا لن تكون إلى مستوى الرئاسة أو لمستوى سياسية كبرى قد يكون تنسيخ على مستوى استخباراتي كما ذكر وزير الخارجية التركي ممكن يكون فيما يتعلق بتوحيد المواقف أمام المحافل الدولية أيضا قد يكون ملفات اقتصادية أيضا ما يتعلق بالملف الأمني في داخل الأراضي الليبية الوصول إلى حل سياسي رغم أن القاهرة كانت تعول في سنوات ماضية أن يكون الحسم العسكري على يد خليفة حفتر والذي أصبح الآن في شيء من الماضي لا يمكن الآن التحدث عن حسم عسكري بينما خليفة حفتر أصبح الاتفاق تقريبا الضمني أن يخرج من المشهد باستثناء الإمارات التي لا تزال تعول عليه في المقابل ماذا عن الحسابات التركية؟ أظن تركيا موقفها مستقر منذ الإنقلاب العسكري الذي حدث في مصر والرئيس أردوغان يقول أنه لا يمانع أي مستوى من مستويات العلاقة مع الدولة التركية باستثناء العلاقة على المستوى الرئاسي وأظن أن الموقف التركي ربما لا يتغير في هذه الجزئية طالما أن الرئيس أردوغان على الأقل في السلطة وموجود أحسب أن العلاقة على المستوى الرئاسي ربما لا تتم ولكن على كافة المستويات الرئيس أردوغان نفسه صرح في أكثر من مرة بأنه لا يمانع ويتمنى أن يكون هناك تقارب يؤدي إلى مصلحة الشعبين الشعب المصري والشعب التركي شكرا